اهلا و سهلا لبنات كديرين بخير هاني يلا بس عليكم كنتمنى تكونوا بافضل احوال و انتم تشاهدوا هات الفيديو يوقتي ما تنسوناش ماللايك كيف العادة و ندخله في الموضوع مع شي ما فغانسا يختي و الكواريت مازال 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 تزيدي مازال تزيدي الكواريت اللي غيتلقى في حياتك مع عمرك مع تشوفيه ملياش لان النصب على عباد الله والضحك عليهم باش تاكليهم و ارزقهم و باش تقسمي بالله على اتفه الاشياء اكيد ما غدوش الكترايفة البارح يا البنات وقعت لها مهزلة في فرنسا تسد عليها السنسور هي و بنتها و اختها يواركها لغوات 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 هالبنات خرجت الساعة و هم مستدود عليهم تم مفضلها طبعا حتي يمنحوسة فهمتوني كيفاش يديرها على اش بغا ربي جرر بغا ربي عطيها اذاك سد عليها السنسور باش يقوليها ضوقي من شوية بالعدب القبر لان الله يستر القبر مظلم اراكم عارفين يعني ساعة باش تقلسي في الظلمة ما كيلاظو لوالو تقطع عندو وتسد عليها السنسور طبعا بنتها كتبقاها صغيرة مسكينة ندازت في الطراق لانها هي المسؤولة اختها طبعا تايرها غادة في الطراق ديالها ولكن احنا كنهضر عليها هي لانها هي اللي كتضحك على الناس كاللاحظة البنات في جميع في جميع لبيبلي سيتي اللي كتدير او للاشهارات اللي كتدير لبرودوي كلهم عشق تغيش اشهار تديروا بلا ما تقسم بالله كلهم كتقسم كتقسم بالله بحلو كأن الله لعبة كان كان اي حاجة نقولها بنات اقسم بالله البرودوي بنات اقسم بالله وكان البرودويات اللي حلفت علي وما كديروا تنزفتها كتحلف على الباطل وتارني الانتباه البرودويات دارت ليها الاشهار ما يمكنت اقسم بالله لا حوله ولا قوته الا بالله لا اللي صنعوه ولا هي اللي تدير لي الاشهار ونفهم الشكل دياله علاش بالضبط بحاله كاك وعلاش بدك اللون اعبدو بالله من الشيطان الراجئ البنات والله انت انا ما كنت تحاول انانيز انت بهذه الاشتهر من الشيطان الراجئ لا حوله ولا قوته انت تريد لوان لوان لماذا ترى ماذا تسمى تقسم بالله التاريخة كيف حولها بالضبط وماذا تسمى انت شغل السادس قصن بالله وراء بخير وحلالة تتخفض صوتكات أبعد لحجوه والبنت لا يمكن البنات بعض طريقة الله يعطيها الدوديا كلها أنا بعدها وحق الليلة بقيت غاية نشوف كنقول لا حول ولا قوة إلا بالله للي صنعوه ولا اللي كيدرولي الإشهار على العموم كانت تقسم بالله تقسم 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 حتى يخرج فيها كما قلت لكم تسد عليها السنسور ممددية الساعة ويكتلقها في الداخل قلت لك أنت بغت موجتها وقلت لها ضوقة شوية من ذلك الشيلي كي تسنك لأن باش دخلي مئة مليون في شهر والله القسم اللي دخلت مئة مليون قلت لك في شهر ودخلت عشرات المليون في نهار البنات هاتي كامل بلي برو دو لكن في أيام كان أبوك صالحا يعني دابا طبعا ما بقتش تدخل ذيك الكمية كانت لأن الناس عقوبية والناس ملقوش تقدا والناس تقولبوا والناس مع دورين والناس يقول لك نجرب كان المسكن اللي قاتلها السمنة كان اللي لم تستطع تنوض عندها مشكلة الركابة يعني رأيكم عارفة رأي الغلد رأي مرض طبعا كيف يفوت الحد دياله وكيف منا نحفتها يا مرض رأي كل شيء عنده حدود وكان المسكن اللي تتسلف وتتكلف تقول أرى وملك الدخل تشوفي أشوفه ما يكلم لكم الكداب هي تجعل الإنسان يتغرر رأي كيف تهضر وقالت أفهم قاتل أنا أنجح واحدة في اللي كانت تنوضر بلسطيل شيء يعني هذا شيء معترف بعلاج لأن الطريقة تنوضرها تقول لكم أنا رأي طاكتيك لا تريد أن تشكر لكم البرودوي على أساس أنه رفيع لك لا تريد أن تكون هذا الشيء لا تريد أن تخذوا البرودوي لأنه يتخذوا البرودوي تريد أن تجربوا البرودوي كريمة وتقسم وتقسم بالله وتأكد لك عن الحاجة تقنعك وخماتك تكوني طبعا الناس مساكن كما قلت لكم كيف قاهرة السمنة كيف قاهرة السمنة كيف قاهرة المرضى لا تريد أن تجربوا مرة جوجة لا تعطيتوا نتيجة على الأور الكثير من الناس لا تريد أن يأخذوه كيف دارتها؟ كيف دارتها؟ كيف دارت؟ قالت أرن لا تريد أن يأخذه الكثير أرى نحبط لي في الثامن دارت لي خمسين للأور خمسين للأور فهمتوا؟ هذا هو البلان يعني ضحكت على الناس بواحد طريقة الصراحة يجب المحاسبة دي لها ثاني حاجة للناس أو حتى فش بشهة الفرنسا كتركز على واحدة النقطة دي لتا تقول لهم جيبوا الفلوس كاش يعني تخلصوها بالفلوس بلا ما تخلصوها ما بالهكا في الدوزولة في الكونتو دياله لماذا تطلب الفلوس كاش؟ لأنه طبعا ستتبط عليها لسيين داريبة ستبط عليها ستتخلصتني ولمتني شاهدوا القوان اللي تدير كيف هي تفادة تتخلص نيغرو يعني كحل تتخلص بشكل غير قانوني طبعا يعني كتتخلص هكا تشد الفلوس وجيبها ولا كيس شكونا ولا كيس هو أخوها حميزة ذاك المقبطع السلوكتها هوية ولا كيز دياله أو هي كتشده وكتحطيه كيدير في واحدة شقارة كيجمع الفلوس بعد كيبيع الببوش وهو كيجمع له الفلوس يعني ممنوع تخلص بلا كارد البنك أو لاشي حاجة علش باش مطعش في هاد المشكل وتخلص الضرائب وزيد وزيد حيث نعارفين في أوروبا وقصم بالله لأخوص ويجب أن تخلص من أين لك هذا؟ وطبعا سوف تخلص الضرائب وزيد الحاجات ويجب أن تخدم ويجب أن يكون لديك شي دليل ويجب أن تتابعها سوف تردون إلى تلقى ويجب أن تتابعها قانونيا ويجب أن تخلصها بفلوس وأخبرتك البرودوي تتعظيم ويجب أن تخدم كما نقول نحن عشوائية أما إذا خلصت ويجب أن تكون لديك شي مسجل أو أصفت المال ويجب أن تتعافي لديك البرودوي نصيح للبنات الذين يتعاملون مع هذه الطريقة او مع جميع الناس الذين يبيعون اي نقطة اي تفاهك تحليف به اي نقطة اي تفاهك تحليف به اي تصدقوها او لا تضحك لكم قلب و لا وجهكم و اقول لي اختي او لا تبلوكك او لا تخرج فيك عينيها قلبي لا تشوفي قصة من بلاد من تكون لكم الحقيقة لهذا نصيحة اللي يبغى يجرب شي حاجة يشريه قانونيا باش تيليه ما 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 اعطيتني يعني اقل الا اقل الى ضرتني مشيتها لا ما اعطيتني شي ناتيج ذك شي مشي مشي مشيكي كتصرطي و كتدوزي تقولي انا لي شريت ما اعطيتني شي ناتيجه ضب الراسة ولا كن لو ضرتك الحاجة فصحتك من حقك انك تابعي ذك الشخص قانونيا فهمتو البنات و لا يكون عندك الدلائل بانك شريتين من عنده بانها هكين و هكين لأنها تسلقها مع الناس لكي لا تطعش في مشكلة لأنها قبل وقعت رأسها بأنها لا تسلقها لكي تشد الفلوس مع الناس لكي تشد الفلوس مع الناس لكي تسلقها مع الناس لكي تصوري منا تقول لك جري طوالك يعجبك البروديو ما يعجبكش درق مدركش وافقك ما وافقكش تلك شي لا يخصوها لأنك أنت يلّي بشتي عندها برجلك فاتنسيو لبنات وما التنسيو تشد الفلوس مع الناس لبنات وما التنسيو